إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة معلومة لصحتك في موقف غريب جداً بيتكرر معايا أكتر من مرة ببقى شكلي محرج جوي يعني أبقى ماشي في الشارع أو في أي منطقة أو في أي حتة وقابل حد معرفة ببقى عارفه كويس وعارف شكله ونقف ندردش كتير مع بعض يجي بالربع ساعة وأنا ناسي يسمو أصلاً وطبعاً بتكسف السأله على اسمه وخد منده كتير بقى أهي ممكن ألكن العربية في حتة وانساها المفاتيح في مكان وانساها واقعد أدور بقى مش عارف يعني كل الموضوع ده يقيل حل في النسيان بصراحة كام مرة قابلت واحد وسلمت عليه في الشارع وممكن تكون وقفت ودردشت معاه وانت ناسي اسمه أصلاً كام مرة قبل ما تنزل من البيت قعدت تدور على المفاتيح ونسيت انت حطتها فين كام مرة ركنت عربيتك ونسيت انت ركنها فين قصرة النسيان دلوقتي بقى مشكلة بيشتكي منها كتير من الناس ومختلف الأعمار مش قاصرة على كبار السن بس ممكن يكون السبب في كده ضغوط الحياة والأعباء والمسؤوليات الكتير اللي ممكن تكون بتشغل الواحد مننا طول اليوم لكن قطرة النسيان أحياناً بيكون لها أسباب مرضية زي السكر، تصلب الشرايين، مشاكل الغضة الدراقية، بعض الأدوية، أمراض الاكتئاب، نقص بعض الفيتامينات، شرب المكيفات، أمراض الجهاز العصبي، زي باركنسون وألزهايمر في الحالات المرضية دي بيكون علاج النسيان هو علاج المرض نفسه لكن إزاي نعالج مشكلة النسيان الكتير اللي موجودة عند معظم الناس من غير ما تكون عندهم أي مشكلة مرضية هنعرف بعد الفاصل لعلاج قطرة النسيان أولاً عود نفسك دايماً إنك يومياً تحدد مهامك وتخطط ليها اعمل لستة بالمهام اليومية اللي انت محتاج تعملها وكل ما تعمل حاجة وتنجز حاجة اشطبها ده هيساعدك إنك تنجز وإنك كمان ما تنساش حاجة حاول دايماً تدرب مخك وزاكرتك مارس المهارات الفكرية اللي محتاجة تشغيل مخ لما تدوم عليها هتساعدك كتير في علاج النسيان وعدم التركيز زي مثلاً ألعاب الزكاء، الشطرانج، حل الكلمات المتقطعة ودلوقتي بقى فيه كمان ألعاب وأبليكيشنز على الموبايل تخليك تركز وتفكر تجنب العزلة، داوم على الحركة والنشاط البدني حافظ على عدد ساعات نوم جيد في بعض الأكلات كمان موصوفة عنها إنها بتحسن الزاكرة وبتعالج النسيان زي الشوكولاتة الداكنة المكسرات زي اللوز الأسماك المحتوي على الأوميجاسري والخضروات والفواكه زي السبانخ والبزنجان والتفاح والأفوكادو كل الحاجات دي ممكن تساعد إنها تحسن من أعراض قصرة النسيان دمتم سالمين كل الشكر للدكتور محمد عبدالوهاب الأبجيجي استشاري جهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفواد الرقم الضريب الموحد 542-511-819 وبكرة وفي نفس المعاد معلومة جديدة لصحتك إلى اللقاء